سياسة التخبط في العراق تمتد من أكبر الأمور أهمية إلى أصغرها وباتت تضع السلطة في مواقف لا تحسد عليها بسبب الفشل المتراكم الذي لا تريد الاعتراف به وتشتت القرار والافتقار إلى الحنكة في التعامل مع مستجدات الأمور وكالة رويترز العالمية للأنباء رفضت تقديم اعتذار بشأن تقريض نشرت عن مرضى فيروس كورونا في العراق معبرة عن أسفها لتعليق عملها في البلاد بعد أن نشرت قصة تقول فيها أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس أعلى بكثير من التقارير الرسمية المعلنة وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد قررت سحب ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار لاتهامها بما سمته انتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي لكن رويترز أكدت تمسكها بالقصة التي قالت أنها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وإن رأي وزارة الصحة كان ممثلا فيها بصورة كاملة تقرير رويترز الذي رفضت السلطات أن تعترف به أيدته العديد من الشهادات وآخرها تصريحات نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي الذي أكد أن العراق حاليا يقع في دائرة الخطر وأن الحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة الوباء غير دقيق وجميع المؤشرات تقول أن الخطر كبير وأعظم من المتوقع وكشف الكعبي أن العراق لا يزال يعاني من قلة أجهزة الفحص في ظل التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع حجم الأزمة وفي السياق ذاته توقع عضو خلية الأزمة النائب جواد الموسوي وجود أكثر من 1400 مصاب بالعراق لامسوا ما يقارب عشرة آلاف شخص من أقاربهم مشيرا إلى وجود شبهة فساد في عمل وزارة الصحة ما يعني أن سياسة تكميم الأفواه وإخفاء الحقائق التي تنتهجها الحكومة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة في بلد يعاني حزمة أزمات وعلى مختلف المستويات